بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هوية وشعاري أيامكم سعيدة بولادة صاحب الزمان سلام الله علي ثلاثة أدعية لا ترد أبداً عند نزول المطر أولها أن ترفع يديك وتقول عشر مرات يا الله يا الله يا الله يا الله عشر مرات فإذا بالله عز وجل يقول يا عبد سل وأعطيك ما تريد هذا ما روية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك تسجد وتقول فوراً تسجد فوراً وتقول سبع مرات وأنت ساجد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سبع مرات ويناديك الله سبحانه وتعالى ها أنا الله أرحم الراحمين سل تعطى ما تشاء وكذلك من الدعاء الذي لا يرد كما قال الإمام الصادق عليه السلام أن تقول ثلاث مرات يا من يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء أحد غيره يا من يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء أحد غيره ثلاث مرات هذه من أعظم الأدعية القصيرة والصغيرة والنافعة والتي لا ترد عند نزول المطر برنامج صباحات والأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام ونسأل الله سبحانه وتعالى أمطار خير وبركة وقضاء الحاجات لأنه ماذا؟ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله استغلوا خمسا ومنها الدعاء عند الغيث الدعاء عند المطر وقال كذلك بأن الله سبحانه وتعالى يفتح أبواب السماء بالإجابة عند المطر وحياكم الله